شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربات عنيفة على عدة مواقع في مدينة صنعاء وقال البنتاجون إن القوات الأمريكية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين في اليمن ونقلت سيان آن عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات في اليمن شملت أهداف متعددة للحوثيين بما في ذلك العاصمة صنعاء قالت وسائل أعلام تابعة للحوثيين إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بخمس غرات مناطق في همدان وبني حشيش بصنعاء وضفت الوسائل أن قاعدة الديلة من جوية في صنعاء تعرضت للاستهداف من جديد وأن العدوان استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في حيفان بمحافظة تعز من جهته قال نائب رئيس التوجيه المعنوي في جماعة الحوثي لقناة الجزيرة إنما تم قصفه سيتضح أنه مصنع في منطقة مكتبة بالسكان نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن الضربات الأمريكية البريطانية أصاب 18 هدفا للحوثيين في ثمانية مواقع بليلن وكان مسؤول أمريكي قال لشبكة سي أن آن إن الضربات شملت استهداف مراكز قيادة وسيطرة ومواقع رادار ومرافق للتخزين الأسلحة تحت الأرض تابعة للحوثيين قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن قوات بلاده شنت مع قوات بريطانية ضربات ضد أهداف عسكرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن وأوضح أوستن أن الضربات تمت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدانيمارك وهولندا ونيوزلندا وأنها تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة الحوثية في هجماتها ضد السفن وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن الضربات استهدف الثمانية مواقع شملت منشآت تخزين أسلحة وصواريخ وأنظمة جوية ورادارات كما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح وضمان التدفق الحر للتجارة وأضف أوستن أن واشنطن ستواصل التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب حال عدم إيقاف هجماتهم غير القانونية على السفن الأمريكية والتجارية من ناحيته أكد وزير الدفاع البريطاني جراند شابس أن طائرات التايفون التابعة لسلاح الجو البريطاني نفذت موجة رابعة من الضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين وقال شابس إن بريطانيا عملت مع حلفائها لزيادة تدمير طائرات الحوثيين المسيرة ومنصات إطلاق الصواريخ من جهته قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرونين الحوثيين يواصلون هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر رغم التحذيرات وأنه سيدعم الأقوال بالأفعال في إشارة إلى الغارات الجوية في سياق الرد على الهجمات اشتركوا في القناة